السؤال أول عن الترتيب الترتيب في القضاء طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما حبسهم المشركون ولم تشرع صلاة الخوف في ذلك الزمان بعد أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس في بعض الروايات وأخر حتى المغرب إلى وقت العشاء ثم بعد ذلك صلاها مرتبة بإقامة لكل صلاح طبعا الأذان كان أذانا واحدا أذن ولم يكرر الأذان وإنما كرر الإقامة لكل صلاح ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منه الترتيب وبهذا استدل بعض أهل العلم قال أن قضاء الصلوات لابد أن يكون مرتبا وبعض أهل العلم حمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأفضل أو الأحسن أو الأكمل ولم يلزم بالترتيب لماذا؟ قال لأنها صارت دينة في ذنبته والدين لا حرق عليك في أن قدمت بعضه على بعض ولم يبقى له وقت حتى يقال يراعى الترتيب وبعض أهل العلم قال إن كانت قليلة كخمس صلوات فإنه يقضيها مرتبة أما إن كانت كثيرة فلا يلزم أن يقضيها مرتبة فإذا أراد الأفضل والأحسن فليقضيها مرتبة حيث يقضي ظهرا فعصرا فمغربا فعشا وهكذا لكن لو أخذ بالقول الآخر ولم يقضيها مرتبة فقد وافغ قولا مشهورا لأهل العلم ولا شيء عليه شكرا